السلام عليكم المعتقلين أبنائي وأخواني وأخواتي وأمهاتي السلام على الجرحى وجميع المطاردين وبعين الله محروسين السلام عليكم أيها الحضور أخوتي أنا أخذت على نفسي عاطق أن أبنائي المعتقلين اللي في غياب السجون أنا رايح أقول أنقل ليكم معاناتهم هذلين يهمني أمرهم كثيرا وأنا وعتهم أولا طبعا قصتي أنا والد الشهيد محمود أبو تاكي بعد قاتل ابني طبعا العائلة صارت في القائمة السوداء فصل ابنائي الثلاثة ثم اعتقل أحد أبنائي وسجن بتهم كيدية وفصل من عمله وأيضا فصل أعمالي ابنائي الثلاثة ابنائي الثلاثة بالإضافة إلى بنتين بالنسبة عني أنا طبعا جاءتني لحضارية في نفس اليوم الساعة الحادية عشر والنصر طبعا سلمت نفسي أنا فتفاجأت أنه كان صادر علي أمر قبل بمركز النعيم طبعا ودوني إلى مركز الحورة أول طبعا ودوني إلى القلعة بعد التحقيق ودوني إلى مركز الحورة آخر شيء ابتدت معاناتي كإسائي لي بالأعمال النفسية طبعا في تلك الليلة وحتى الصباح كل بين ساعتين ثلاث ينادوني وبتاكي جاهز نفسك كان يستخدموني إياي هاي الأسلوب وطبعا أنا وصلت من طبعا من مركز القلعة يعني من عيادة القلعة تمام الساعة الثامنة والنصر طبعا تخيلوا من الصباح الساعة الثانعشر إلى أن أو الساعة واحدة أنا بالمركز النعيم خلصنا التحقيق كل شيء خلصت من القلعة جيت مركز الحورة الساعة الثامنة والنصر فابتدد جهز نفسك ينادوني بصوت عالي أروح الزنزانة خير قال جهز نفسك بعلم بالناديك طبعا أنا ما نعارف لحد الآن شنه السالفة أخيرا طبعا أنا جلست على السرير ما رقت طول الليل تخيلوا إلى الساعة الثالثة والنصف صباحا تفاجأت أبو تاكي جاهز فسألني واحد أحد كان موقوفين يقولي أنت وإش قضيات قلت له أنا تهمتي تحريض على كراهية النظام قال احتمال حين يأخذونك التحقيقات فتخيلوا أنا في هالحالة يعني تفاجأت اللي يقول لي لا أنت نبغي منك بصمات إزاي نقوله هو من البداية فتميت للصبح طبعا والصبح استدعوني للنيابة ما رايح أطيل عليكم التهمة كانت التحريض على كراهية النظام فوجدت أثناء المعتقل أنا رايح أنقلكم إلى صورة كيف يعاملون المعتقلين أنا طبعا شفت أشياء وعاينتها وأنا للأمانة إن أبناءكم أبناء البحرين هؤلاء الناس ناس مؤمنين فعلا صابرين ولهم كل التحية والتقدير وما حد يدرشنه معاناتهم أنتوا خلكم في الصورة طبعا يتعاملون معاهم بالذلة والإهانة سوء خدمات أنتوا تخيلوا حتى إذا الإنسان قال مريض باب الدوق يعني باب الإنسانية يعني أنت شون تضرب أفكاري إنسان كبير في السن على أساس توديه العيادة وتترك ساعات طبعا بعد معانات يوم أو يومين يالله يودونك المستشفى أيضا إذا أعطوه حبوب في بعض الحبوب قبل الأكل وبعد الأكل تفضلوا كأنك في طابور خباز ناس يأخذون حبوب هلوسة معانا طبعا جنائيين أصحاب سوابق مخدرات اغتصاب وحدث ولا حرج تقف معهم تخيلوا أخونا الحج الصمود طبعا عنده يعاني من سكر ومحتاج يلمشي بنفس الوقت الحبوب ماله فيأخذ الغرشة ويوقف حال حال الغير أيضا تتفاجأ طبعا هم ينقلون إلي وأنا شفت بعض الأمور خدمات ما فيه ما يحار صاخن لا يوجد تخيلوا أقل عمبر فيه سجناء عمبر نحن أي تقريبا ما يقارب 145 شخص تخيلوا الحمامات أنت تأخذ طابورك متى تسبع ما يصاخن ما ميش إذا أردت تروح إلى الحمام لازم تتفضل وتدور لك حمام مري والثماء وتشحن لك قنينة عساس ترخل بها الحمام هذه المعاناة أيضا تتفاجأ تحت حجة التفتيش يتفاجأ العمبر صباحا الساعة الثالثة الساعة الرابعة يطبون عليك رجال الأمن ويقفلون الزنازين وفيه زنزانة معينة مثلا يقول للناس اطلعوا بره يضربونهم الأفكاريات ويخلونهم في هيئة وما تعرفش الموضوع أخيرا يقول لك احنا جاينا بلاغا هنا عدكم مثلا ترفون نقال أيضا لا يخفى عليكم هؤلاء أبناء ناس مؤمنين وملتزمين أعظم السجناء وإحنا اليوم نوجه سؤال إلى بعض القضاة عساس من عمم اللي ما يخافون الله في الأحكام الكيدية على هؤلاء الشباب راعوا الله في أنفسكم أنتوا الآن اللي دخلوا معتقلات البحرين ما يقارب أكثر من ثلاثة آلاف عندكم ضمان أن ما فيهم خلنا نقول على الأقل خمسة آلاف بري احنا ما بنقول كلهم أبري خمسة آلاف بري بين الرجل وطفل وامرأة وشيخ شتقونون لربكم شتقونون للمجتمع البحريني انتون إلى متى الأحكام التعسفية آخر أصغر معتقل جايبينه حاكمين بالاعتداء على دورية عمره تسع سنوان تفضلوا يعني حكومة إسرائيل إذا قتلت إنسان ما تتعرض إلى العائلة وأرجو وأوصل سلامي إلى والد الشهيد هاني الله يكون في عونك أنت ويا والدة الشهيد ثلاثة أبنائه معتقلين بتهم كيدية كيف نعم هذا الإنسان أسألك أيها القاضي يا صاحب الضمير كيف تحكم على إنسان والد شهيد أو أخو شهيد يعني إلى متى وصلنا أنا أقول إلى هذه الحكومة حكومة العائلة الواحدة شعب البحرين هذه المرة أنتوا ما زلتوا اتقلبوا أخوتنا السنة على الشيعة والشيعة على السنة لا أنتوا المسؤولين ما جرى في البحرين من قتل وتشرين وتلفيق تهم كيدية لهذا الشعب أنتوا الأول والأخير مسؤولين وزير الداخلية من العائلة الحاكمة وزير الدفاع من العائلة الحاكمة وزير العدل من العائلة الحاكمة أنتوا المسؤولين الأول والأخير بالإضافة لرأسة الوزراء أنتوا الأول والأخير مسؤولين عن معاناة هذا الشعب هذا الشعب هذه المرة لن يتنازل عن حقوقه بالنسبة لأباء الشهداء أخوتي للأمانة أنا أوصل لكم رسالتهم أبناؤنا هم أبناؤكم أيها الشعب الكريم إحنا ما رايح نفرض إرادتنا على إرادتكم إحنا صحيح نفترق عليكم أن نحمل قضية أبناءنا الشهداء لكن من أجل قضية تقرير مصير هذا الشعب المظلوم أنت أصحاب الحق إحنا يدنا في يدكم وأنا أدعو للجميع إلى أخوتي السنة والشيعة هذه المرة شعب البحرين يجب أن يصل إلى حقوقه هذه فرصتكم هذه العائلة التي غدرت بأبناء الشعب الواحد من تلفيق التهم إليه ومعاناته هذه المرة هذا الشعب سيحاسب الجلادين وسيحاسب القتل والمجرمين لن يذكر لهم عفى الله عما سلف ستقوم هذه المعانات من هذا الشعب الأبي فعلاً السلام عليكم أيها الشعب الصابر الله سبحانه وتعالى هذه المرة سينصركم بإذن الله دعوات المؤمنين أنا رأيتها بنفسي في المعتقلات هؤلاء الصابرين وفي مقدمتهم رموزنا الأوفياء الصادقين ورموزنا الأحياء العاملين خارج السجون وأيضاً لا ننسى العلماء العاملين أيدهم الله بنصره ولا ننسى أيضاً جميع الأبرياء المطاردين وأبناء البحرين المغتربين وأرجعكم الله إلى وطنكم سالمين وبعين الله محروسين أيها الشعب الكريم سلامي إليكم جميعاً وسلامي إلى المعتقدين في عنبر اثنين اللي ما خلنون نحن نحتاج كآباء شهداء احترامهم إلينا اللي يبي يغسل ثيابنا سلامي إليك يا أبو عبير سلامي إليك يا أبو آدم هذا متهم في خلية جيش الإمام تخيلوا إنسان طالب جامعي في جامعة الهند يدرس أيضاً سلامي إليك يا سيد مهدي سلامي إليك إلى أحمد خليل وهيثم وسلامي إليك يا حسين نوح وكل اللي ما تحضرني أسماؤهم الآن السلام عليكم أيها الأبرياء المعتقلين ورجعكم الله إلينا إن شاء الله وإليكم أيها الشعب الكريم وسلام مني إليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته ألف شكر وتحية شكراً لكم